النادي الاهلي ما بيبصش لأسامي كل الاحترام والتقدير لنجوم ورموز كرة النادي الزمالي والقاصي والداني يعرف ان النادي الاهلي بيحترم رموز الاندية الاخرى في بعض الاحيان اكتر من الاندية الاخرى دي نفسه ومش عايز اقول مش عايز اجيب امثلة مش عايز اجيب امثلة النادي الاهلي بيحترم بيحترم رموز الاندية الاخرى شوفنا تكريم كابتن محمود الخطيب في نادي اسموحة شوفنا تكريم كابتن محمود الخطيب في نادي التحاسي كان دالي إذن لقتنا بالأندية علاقة فوق فوق الوصف لقتنا من نادي الزمالك كابتن محمود الخطيب منع التعاقد مع أي لعب مع نادي الزمالك في هذه الأزمة باعتراف مسؤولين في نادي الزمالك إن هذا الكلام حصل هل نادي الزمالك في مشكلة مع نادي الأهلي عنده مشكلة مع نادي الزمالك خالص خالص بالعكس قال ان مجلس ادركة ليه داخل ملوش داخل اللايحة تتطبق وده اللي فرق ما بين نادي الاهلي ونادي تاني انا مش شايف جير اللوايح واللوايح اللي بتحكمني وفي الاخر بسبق بسنين ضوئية عشان انا بشتغل بالسريقة احترافية الموضوع بعد اخلينا اكمل لكم بقى القصة قعدوا ساعة ونص يخرجوا الجماهير فضلت مجموعة من الجماهير في الملعب النادي قال ملوش داخل النادي المقالي ما قالش ده يطلع وده ما اطلعش في لايحة بتتطبق مرائب المراء بيطبقها مشكلتك مش مع النادي الاهلي شايف ان فيه ظلم وواقع عليك اتظلم ضد قرارة تعمليش دعوة انا مالي انت بتدخل اسم النادي الاهلي وليش طب ما فيه رموز تانية كانت قاعدة غير شيكابالا وناس نجوميتها اكتر من شيكابالا اشمعنا شيكابالا اللي بتحط في الموضوع يعني انا بس يعني انا بس عايز الناس تتفكر سنة النادي الاهلي ملوش علاقة دي لايحة اتحاد سلة بتتطبق ليحة اتحاد سلة بتتطبق ليه تطبقت لان حصلك تحمل الجماهير ما كانت الدنيا ماشية هو احنا اللي يا اول ما روحنا دخلنا السالم لفضلك لا وطلع مش مقدرش اقول كده